لا يقتصر الأمر على السجود لأشياء منحوطة من خشب أو من معدن بل إن عبادة الأوثان هي أن ترفع شيئاً في حياتك فوق مكانة الله أي شيء قد تكون علاقات أو أشياء مادية قد تكون أبناء أو أحلام أو قد يكون أي شيء آخر قد تكون المتعة إن نسينا فإن عبادة الأوثان ستؤدي لدمارنا تحدثنا مراراً عن شعب الله مما يتناسب مع هذه الدراسة فالعنوان مختلف ولكنني أرى أنها جزء من ذلك النقاش ما معنى أن نكون شعب الله؟ ما معنى أن نختار من قبل الله؟ ما هي مسؤوليتنا لاختيار الله؟ من العناصر الهامة في كوننا شعب الله هو أن نفهم قصتنا وأيضاً أن نفهم تاريخنا كشعب الله كثيراً ما نخطئ في فهم ذلك ويتسلل الكبرياء بسهولة للمتدينين لقد سافرت مرات كثيرة على مر السنين والمنتمون مننا للتقليد الأمريكي يشعرون بالاستياء لأنهم حسب اعتقادهم اكتشفوا أن قصة الله مع البشر بدأت قبل بدء التقليد الذي ينتمون إليه بألاف السنين أمر محبط ونظن أننا البداية والنهاية ولدى وصولنا نكتشف أنه بالكاد يوجد لنا مكان لتاريخنا أهمية وللأسف لسنا على دراية بجزء كبير منه تجرى محاولة متعمدة حالياً لقلب التاريخ في أمتنا إسقاط المذكرات التاريخية لأن هناك فصولاً في القصة لا نريد أن نتذكرها أو نحتفي بها ولا نريد أن نحي ذكراها ومن يفعلون ذلك هم غير أمناء فكرياً لأنهم يتظاهرون بأن الأمم الأخرى لها تاريخ بلا أخطاء وأن المجموعات الأخرى التي تحتفي بتاريخها ليس لديها فصول مخزية أو غريبة أو خطئة إنها قصة البشرية ولكن إن أنكرنا تاريخنا أو قمنا بدفنه أو رفضنا التصريح بحقيقة تاريخنا فالدرس هو أننا سنكرر أبشع فصوله وليس أفضلها سنسقط في الاستبداد والقهر اللذان سيفوقان أي جزء آخر من قصتنا إن لم نتذكر القصة ونتعلم منها الدروس وجزء من هذا هو الاحتفاء بالخير لا يجب فقط شجب الشر ولكن يجب الاحتفاء بالخير والاعتراف بالشر وإدرك الفرق وبناء طريق للأمام فالقصة يتم اختيارها ومدارسنا تخذلنا بطرق عديدة إنني مناصر للتعليم وكنت أعمل بكل رضا في بيئة أكاديمية لو لم يدعني الرب لأشياء أخرى لذا أنا لا أعني الاستخفاف بالتعليم فلتتعلم قدر إمكانك ولكن رغم ذلك إن كانت مؤسساتنا الأكثر أهمية لا تعلم صغارنا الحق فهي مدمرة وأفضل رد فعل ليس الغضب بل أن تستخدم حياتك ودائرة تأثيرك لتخبر بالحق وبكل إصرار بلطف ومحبة ونعمة ورحمة ولكن أخبر بالحق الخطية خطية والشر شر هناك صواب وخطأ وخير وشر هناك حق موضوعي ليس كل شيء شخصي هذه قصتنا ككنيسة لذا فلتأكيد الفكرة أقول يجب أن لا ننسى قصتنا وجود الله في حياتنا رحلتنا نقاط تدخله مهمة جدا لكي نسير في طريقنا وسأريكم ذلك من الكتاب المقدس ثم سأخبركم بنقاط للتذكر في مزمور 103 باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ما هي نفسك؟ هي مشاعرك؟ هي فكرك؟ هي عقلك؟ وإرادتك؟ إذن فالأمر تعمدي باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته ثم يسرد عددا من حسنات كونه الجزء الأهم من شعب الله يغفر جميع ذنوبك يشفي كل أمراضك يفدي من الحفرة حياتك يكللك بالرحمة والرأفة يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك الرب مجر العدل والقضاء لجميع المظلومين التصف بالبساطة أحيانا والتحدي ليس في فهم الكتاب المقدس بل في الشجاعة اللازمة للطاعة فبقوله باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته يبعث لنا كاتب المزمور رسالة لا تنس فوائد معرفة الله في حياتك من منكم استفاد من معرفة الله؟ هناك على الأقل موقف أو أكثر يمكنك أن تجزم فيه بأن الله أحدث فرقا مهما في حياتك وأنقذ حياتك أو تدخل نيابة عنك أو أعطاك الحكمة لاتخاذ قرار أو حماكما قرار سيء تتنوع القصص بحسب تنوعنا ولكن ما من شك في أن الله جزء من الرحلة لا يعني أن الرحلة سهلة ولا أن كل اختياراتنا حكيمة ولا نرغب في تذكري كل فصول قصصنا الشخصية فبعضها نفضل تركه خلفنا وتاريخك الشخصي لا يختلف عن تاريخنا الجماعي فبعض الفصول تستحق الاحتفاء وبعضها الآخر لا هذا حالنا جميعا إن كنت في أحد هذه الأوقات تأمل أن لا يلاحظ أحد التغيير لكنه جزء من رحلتنا جميعا ولكن مشورة الكتاب المقدس هي أن لا ننسى حسنات الرب إنه تحذير متكرر في الكتاب المقدس من مبادئ تفسير الكتاب المقدس هو إنه حين يحذرنا من أمر ما فالسبب هو أنه كان مشكلة مستمرة في حياة شعب الله فمثلا يخبرك بما تفعل إذا قام ثورك بنطح جار لك والسبب في وجود هذه الوصية في الكتاب المقدس هو كثرة الثيران التي نطحت الجيران فكان لابد من نظام ما مشكلة تتعلق بالشعب فمن المعايير لنعرف ما إذا كان ما نقرأه تحذيرا هو تكرار المشكلة في قلوب شعب الله لنقرأ من التثنية ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم أسحاق ويعقوب أن يعطيك إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوئة كل خير لم تملأها وآبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرسها وأكلت وشبعت لم يكن الوعد قد تحقق في ذلك الوقت بعد ستسكنون مدنا لم تبنوها وتسكن مياها من آبار لم تحفروها وتحصدون من كروم لم تزرعوها سوف تنعمون بأشياء لم تتعبوا فيها أبدا ثم في العدد الثاني عشر فاحترز احترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية يخبرنا بتوجه مطلوب لكي لا ننسى الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف لا تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم لألا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض لم يصلوا للأرض بعد وقال الرب سيكون الأمر رائعا منازل كبيرة حرية أكبر واستمتاع وحقول أجمل ولكن عندئذ احترسوا 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 لأنكم ستنسون ما صنعه الرب لكم هذا تحذير قوي جدا لقد أخرجكم الله من أرض مصر لم تخرجوا أنفسكم لم تتغلبوا على قوى فرعون لم تسيروا بأنفسكم في البرية لقد أطعمتكم وقدتكم بعمود سحاب وعمود نار أخرجت ماء من الصخرة لم تبلن عالكم ولا ملابسكم لم يمرض أحدكم فعلت ذلك لكم فلا تنسوا وكيف ينسون ذلك؟ ألمن في أسنانهم كيف ينسون؟ أحيانا نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئا يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلقوا قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيرا لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطى تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختازل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيرا ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نغطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكانا في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمرا غير لائق وأفضل علاج كتابي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين الرب إلهك تتقي وإياه تعبد ستجرب لكي تعبد ألهة أخرى تثنية ثمانية فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائضه التي أنا أصيك بها اليوم ليس لأنه سيغيب عن ذاكرتك أو أنك لن تقول أجل أخرجنا الرب من أرض مصر وصنع لنا كذا وكذا بل دليل نسيانك هو أنك مع الوقت لن تقوم بحفظ وصاياه فالنسيان يرى في عدم الطاعة ليس مسألة ذاكرة بل عندما نختار أن لا نكرم الله بطاعته في حياتنا عندئذ نكون قد نسينا من أرسى حياتنا وتتواصل النصيحة لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية هناك تحذير إنه الغنى عندما تستريح وتزداد مواردك عندما تتضاعف مواشيك ويزداد ذهبك ستتصور أنك من فعلت ذلك وسيهبط الكبرياء على قلبك وسيجعلك تفقد المنظور الإلهي تماما من القوى الأكثر تدميرا للإنسان بحسب كل الكتاب هو الكبرياء وأهم محفز للكبرياء هو النجاح والغنى هذا جدير بانتباهنا إننا من أغنى سكان الأرض على الإطلاق نصف الناس لا ينامون على أسرة ولمعظم الناس يعد الحذاء تحسينا هائلا لجودة حياتهم ننعم بترف التفكير في الموضة وفي الراحة وفي الألوان ولا عيبة في ذلك بل لندرك أنه علينا أن نحذر يفضل البعض العهد الجديد ويقول يسوع شيئا ليس في مذكرتكم قال للتلاميذ ما أصعب أن يدخل غني ملكوت الله وكلام يسوع حق وأوليه انتباهي لأننا أغنياء بالمعايير العالمية وكلنا نقول ليس أنا مهما كان غناك تعرف من هو أغنى وأفضل حالا لكننا في الواقع مباركون جدا ومن السهل أن يتملكنا الكبرياء فننسى أن الله هو من أعطانا وأرسى حياتنا يستمتع موظمنا بمميزات فقط بفضل ظروف مولدنا لم نولد على ضفاف أحد فروع نهر الأمازون فقد ذهبت إلى هناك وقابلت من لم يتركوا مسقط رأسهم قط وليس لديهم كهرباء ولم أكن أكثر لطفا منهم أو أكثر برا بل الفرق بينهم وبيني هو ظروف مولدي فحسب ولدت في مدينة كانتس بينما ولدوا في مكان لا أعرفه وهناك عواقب لهذين الحدثين لا فضل لي في ذلك أمر لا يدعو للغرور سأحاسب على العطايا التي وهبت لا يصح أبدا أن ننسى قصتنا انظر لعدد خمسة عشر هنا سفر التثنية يذكرنا الذي سار بك في القفر العظيم المخوف مكان حياة محرقة وعقاربة وعطش حيث ليس ماء الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه آباؤك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك ولألا تقول في قلبك قوتي وقدرة يد اصطنعت لي هذه الثروة بل أذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة الاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لآبائك كما في هذا اليوم أن نسيت الرب إلهك وذهبت ورأى آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة لن تبيدوا بسبب قوة أعدائكم قلت لكم مرارا على مدار الأشهر الماضية إن مشكلتنا ليست فيما نراه خارج الكنيسة بل جذر المشكلة التي نصارعها عند رؤيتنا لازدياد الظلمة هو اللامبالا في قلوب شعب الله قال الله إن نسيتم ما فعلته معكم ستبيدون لعدم طاعة الرب إلهكم قد يستخدم أدوات أخرى سوانا ولكنها ليست جذر المشكلة لا يمكننا أبدا أن نتجاهل ما فعله الله لأجلنا إنه أمر لا يمكننا تحمل تكلفته إن السينة نكون عبدة أوثان لا يقتصر الأمر على السجود لأشياء منحوطة من خشب أو من معدن بل إن عبادة الأوثان هي أن ترفع شيئا في حياتك فوق مكانة الله أي شيء قد تكون علاقات أو أشياء مادية قد تكون أبناء أو أحلام أو قد يكون أي شيء آخر قد تكون المتعة إن سينة فإن عبادة الأوثان ستؤدي لدمارنا فرسالة الكتاب المقدس هي أننا بحاجة لتذكرة مستمرة ويستحيل ذلك في محاضرة واحدة لأن رواية الخروج تصير جزءا من قصة الكلمة في كل سفر وتستمر إلى العهد الجديد ويقول فيه شع ثلاثة عشر أنا عرفتك في البرية في أرض العطش لما رعوا شابعوا شابعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني نفس المشكلة ثانية أنت تشعر بالجوع؟ فتصرخ إلي أطعمك تمتالئ بطنك فتقول إنني أبلي حسنا الرب يقول إنها دورة مدمرة لا يمكننا أن ننسى نحتاج لتذكرة مستمرة أتذكرون قصتنا حامية؟ كان في السبي كان حامل كأس الملك الفارسي عبد في بلاط أجنبي وكان نحمية في منصب مرموق وأتيحت له بعض الفرص ولكن نحمية كان عبدا لقد صاروا عبيدا خارج أرض إسرائيل لأنهم نسوا ما فعله الله لهم أخذ نحمية إذنا بالعودة لأرشاليم ليبني سورا حول المدينة بما يعادل بناء قوة عسكرية لدولة ما لكي تدافع عن نفسها على الأقل بمدينة أرشاليم تلك المدينة الصغيرة بما يتناسب مع الموارد المائية ولكن في نحمية تسعة تذكرة بالقصة ورأيت ذل آبائنا في مصر وسمعت صراخهم عند بحر سوف وأظهرت آيات عجائب على فرعون وعلى جميع عبيده وعلى كل شعب أرضه لأنك علمت أنهم بغوا عليهم وعملت لنفسك كثما كهذا اليوم وفلقت اليم أمامهم وعبروا في وسط البحر على اليابسة وطرحت مطارديهم في الأعماق كحجر في مياه قوية وهديتهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلة لتضيئ لهم في الطريق التي يسيرون فيها ما أهميت ذلك لنحمية؟ هذا ليس سردا للتاريخ فقط واجه تحديا كبيرا فبينما حاولوا البناء حاول أعداؤهم إحباطهم فبنى البعض وحرس البعض الآخر وأرهق الشعب يبدو أن العدو هو أكثر ممن يقومون بالعمل إنهم شعب مسبي تحت سلطان المملكة الفارسية يبدو أنهم كانوا الأضعف سياسيا والأقل سلاحا والأقل مواردا إذن هم الأضعف وهم الأقل فقال نحمية سأخبركم عن تاريخنا خلصنا الله من فرعون صنع آيات وعجائب وهزم المصريين المغرورين هناك من قالوا لن تستطيعوا بناء الصور كانوا بحاجة لتذكرة تاريخ تدخل الله في حياة آبائهم للتحلي بالشجاعة للثبات في وجه تحديات الزمن الذي يعيشون فيه نحتاج للوعي بما فعله الله في حياتنا وبما فعله مع الأجيال السابقة لنتحلى بالشجاعة هناك حرب تدور في داخلنا هل سيف الله بوعده لنا؟ الأمر ليس سهلا مزمور سبع وسبعين في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة وآثارك لم تعرف هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهارون أنت قدتنا يا رب موسى وهارون هما من رأينا وتعرفون القصة تذمرهم وشكواهم ولقد تحدوا موسى وهارون لم يرق لهم الطعام ولا الطريق لم يرق لهم أسلوب قيادتهما كاتب المزمور يقول أنت قدتنا استخدمت إناء مكسورين ولكنك لكنك قدتنا أتؤمن أن الله قادك لهذه النقطة؟ رغم كل ما لا يبدو مطابقا لأحلامك في الماضي وكل ما يشعرك بالقلق لأنك لا تعرف إلى ما سيقول ولا تعرف ماذا سيحدث هل سيكون الله أمينا في كل الأوقات القادمة في حياتي؟ والسؤال الأفضل هل كان الله أمينا في الأوقات السابقة؟ وفي الموقف تلو الآخر إذا قمنا برواية القصة نجد بصمات أمانة الله ظاهرة في حياتنا أليست هذه قصتنا؟ لألا ننسى لا أحتمل من يريدون إخفاء تاريخنا إنها عدم أمانة فكرية ولا لا أريد التطرق لهذا سأحاول إنني أرى أننا ننعم بقوة عظيمة حين نفهم الصلة بين أفكارنا ومشاعرنا وقوتنا الجسدية ونصير على واعي فنحفظ قلوبنا ونحفظ مشاعرنا ونحفظ أفكارنا كل شعور يأتيك حقيقي لكن ليس نافعا يقول البعض من حين لآخر هكذا أنا أشعر لا جدل في ذلك ولكن ليس كل شعور هو شعور مشروع هل انتابك شعور تجاه قائد سيارة آخر على الطريق لا يمجد الله إنه شعور حقيقي ولكنه ليس دافعا مناسبا ثم قرأت لافتة يسوه والرب على سيارته فانزعجت صحيح بعضنا لا يجرؤ على وضع لافتة كهذه على سيارته فكرت في ذلك من حين لآخر تفهمون ذلك وكما علينا أن نضبط أفكارنا فليست كل فكرة بناء علينا أن ندرك أن ليس كل شعور بناء وجزء من النمو والنطج كشخص تابع للمسيح هو إدراك التأثير الهائل لأفكارنا ومشاعرنا على قدراتنا على أن نصمد وعلى أن نغلب وهذا لا يحدث تلقائيا بل يتطلب الانضباط ويتطلب التشجيع بشكل كبير جدا ويتطلب أيضا حق كلمة الله في لبي أربعة العدد السادس لا تهتموا بشيء هل تمكن أحدكم من ذلك؟ طاعة مئة بالمئة فلم يهتم بشيء إلا فقط في حالة النوم حتى عندئذ لا تنجح لأن اللاوعي سيزعجك بحلم مزعج ولكن الوصية تقول لنا لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل عبارة قوية سلام الله الذي يفوق أن يسمو فوق أو يتجاوز وسلام الله الذي يفوق كل عقل كيف تنعم بسلام الله في وجه خطر كهذا كيف تنعم بسلام في وجه احتياج كيف تنعم بالسلام في وجه تشخيص كهذا لا أستطيع ولكن يسوع فيه يعطيني مرجعية أخرى ويعطيني سلطانا آخر يعطيني تصورا للمستقبل يسمو فوقي وفوق مواردي وقوتي الجسدية ويفوق جسمي كيف استطاع داود الراعي غير المدرب أن يقول أستطيع قتل جليات الأقوى في جيش العدو كان كل جيش إسرائيل يخشاه وقال داود سأتولى أمره سلاما يفوق كل عقل والوعد ممتد لنا في العهد الجديد بالصلاة والدعاء مع الشكر نتقدم بطلباتنا لله فنجد سلام الله الذي يفوق كل عقل ويحفظ قلوبنا ويحفظ مشاعرنا ويحفظ أفكارنا في المسيح يسوع من يرى أنه من النافع أن يوجد حارس سماوي على مشاعره كيف يمكن أن نحصل على ذلك ونحققه؟ في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر ندعو الله للدخول شكراً لمتابعتك لبرنامجنا خدمات ألين جاكسون وصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك يمكنك متابعة كل الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني ومن خلال التطبيق إذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا info at malakotsad.com وعلى whatsapp و viber plus 1-404-851-4921 واحد والرب يباركك